اشتركوا في القناة السؤال الاول ايه الاكلات المسموحة لعمر 6 الى 8 شهور السؤال التاني ايه طريقة تحضير طعام الطفل وبعد ما نقول الطريقة هنقول نصايح مهمة جدا لازم الامهات رعيها وهي بتأكل الطفل بتاعها السؤال التالت ايه الاكلات الممنوعة على الطفل تعالوا نشوف الاول ايه الاكل المسموح للاطفال من عمر 6 الى 8 شهور بداية لما الطفل بيبدأ الشهر السادس فالام اللي بتردع طبيعي بتكمل رضاها عادي اما الام اللي بتردع صناعي فبتغير نوع اللبن او الحليب من حليب رقم 1 الى حليب رقم 2 واللي بيكون فيه مكونات غزائية اعلى والطفل بيستمر على الحليب ده حتى عمر العام طيب طالما بدأنا ندخل الاكل يبقى الام هتردع كم مرة في اليوم وهتعطي كم وجبة هقولك ان قبل عمر الست شهور كنا قلنا ان عدد الرضعات من 6 الى 8 رضعات في اليوم لكن بعد عمر الست شهور بنقل العدد الرضعات الى 4 او 5 رضعات في اليوم اما الوجبات فبتكون 3 وجبات في اليوم يبقى ايزا اكل الطفل هيكون كالقاتي رضع في الصباح اول لما الطفل بيسحم النوم ورضعتين في وسط اليوم ثم الرضع اللي بتكون قبل النوم مباشرة اما الوجبات فوجبة في الفطار ووجبة في الغداء ووجبة في العشاء الأكلات اللي زكرناها في عمر 4 إلى 6 شهور هتكمل معانا وحنضيف ليها أكلات أخرى والكميات بالطبع هتكون أكبر فالخضار مثلا مسموح لي الجزر والكوسة والبطاطس والبطاطا الحلوة وكمان نضيف ليهم الفصولية الخضرة بس نشيل الإشرة بتاعتها الفكهة كان عندنا التفاح والموز والكميترة وأصبح من بعد عمر الست شهور مسموح لي أيضا الأفوكادو والفراولة والمانجو والبرتقال وطبعا الرز والشفان مكملين معانا كنا قلنا أن اللحوم ما تبدأيش فيها إلا بعد الشهر الثامن لكن اللحوم البيضة زي الدجاج أو الفراخ ممكن تبدأي فيها من الشهر السابع بس نسلوها كويس جدا لغاية لما تكون طرية وبعد كده نهرسها ونخلطها بالمية مقدار الوجبة الوحدة هيكون من معلقتين إلى 3 معالق كبار 3 وجبات في اليوم ممكن نستعين بالسريلاك في بعض الوجبات وهنا المقدار هيكون من 3 إلى 9 معالق في الوجبة الوحدة طب إيه طريقة تحضير طعام الطفل؟ مثل ما ذكرنا في الفيديو السابق أن الفكهة أو الخضار بقطعهم كويس واغليهم على النار أو البخار وبعد كده بهرسهم كويس واخلطهم مع مية أو لبن صناعي حديكوا دلوقتي مثال لوجبة فكهة إيه المقدار المطلوبة؟ المقدار عبارة عن نص طفاحة نص حبة كومترة وحليب صناعي أو مية بخسل الفكهة كويس جدا وبعد كده بأشر الطفاح وبقطع الطفاح والكمترة إلى قطع صغيرة وحطهم في حلة ويكون فيها مية واغليهم واسبهم على النار لمدة 7 إلى 8 دقايق وبعد كده بهرسهم كويس جدا واخلطهم باللبن الصناعي أو شوية مية صغيرين طيب نقول وجبة تانية زي مثلا وجبة بيوريل موز والشوفان المقدار عبارة عن معلقتين شوفان مع حبة موز مع حليب صناعي أو مية هنحط الشوفان في حلة صغيرة يكون فيها مية ونسوي الشوفان على النار لغاية لما يكون القوام بتاعه لين وبعد كده نشيله من على النار واخلطه بي حبة الموز اللي حكون قطع طه وهرسهم كويس جدا ثم اخلطهم مع مية أو لبن صناعي في نصايح مهمة جدا لازم الأم تكون عرفاها إن أي أكل جديد بتقدميه للطفل بنعطي ليه كمية صغيرة وما تدخليش عليه نوع آخر جديد إلا بعد مرور 3 أيام عشان نشوف هل الأكل الجديد ده ممكن يعمله حساسية أو إسهال أو إمساك ولا لا تاني نصيحة إن السن ده حاول تخلي الطفل يمسك المعلقة بإيده في البداية حتلاقيه بيرمي الأكل بيها وبيلعب بيها لكن شوية بشوية حيتعلم يمسكها خصوصا لو بتخلوا الطفل يقعد معاكم وإنتوا بتاكلوا عشان هيحب يقلتكم الأمهات اللي طفلها لسه مش بيقعد في السن ده يبقى أكيد حضرتك نسيت تعطيه فيتامين دال وعملنا حلقة مخصوص عن فيتامين دال للأطفال والردة هتلاقوها مع وصف الفيديو والتعليقات الأكل الطبيعي اللي بتخضريه في البيت أفضل مئة مرة من الأكل الصناعي الجاهز فما تعتمديش على الأكل الصناعي إلا لو أنت برا البيت لفترة طويلة تعالوا بقى نشوف إيه الأطعمة الممنوعة على الأطفال في العمر ده السكر ممنوع لغاية عمر العام الملح كذلك ممنوع والعسل أيضا ممنوع لغاية عمر العام اللبن البقري أو الجاموسي ممنوع لغاية عمر العام خوفا من حدوث تحسس وبرضو الجبنة والزبادي ولكن الزبادي ممكن ناس تسنيه ونخلطه مع الوجبات زي مثلا وجبة بيوريل موز بالشوفان الفول من الأطعمة اللي مش بفضلها برضو قبل عمر العام بالأخص لو الطفل ولد خوفا من أنيميا الفول لأن طبعا أنيميا الفول بتكون في الأولاد أكتر بكتير جدا من البنات ومش معنى أن عمره أصبح أكبر من عام أن الفول هيكون مناسب لي لو عنده أنيميا فول لا مش مناسب برضو ولكن الفكرة أن خطورة أنيميا الفول قبل عمر العام بتكون شديدة جدا في حلقات كتير تخص الأمهات والأطفال هتلاقوها على القناة هسيب لكم بعض الروابط ديت في صندوق الوصف لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تنشروه وتوعوا باقي الأمهات وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس كان معكم السيدالي حازم مونير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته